الشتلولاني عملنا مطش كويس جداً خلقنا فرص كتير جداً كان المفروض نجيب على الأقل 3 أهداف من الفرص الكتيرة اللي خلقناها أنا دلوقتي لسه شايف اللقطة بتاعت ضربة الجزاء مرة تانية من زاوية تانية ضربة جزاء واضحة جداً أنا مش عارف إزاي إن حد يطلع يشوف الصورة في الفيديو أو اللقطة في الفيديو وما يقررش إنها ضربة جزاء رغم وضحها الشديد أنا بنتهالي إن ده كان قرار خاطئ من حكم المباراة لكن اللي حصل قدمنا في النتيجة الشتل الأولاني الشتل التاني سيمبا رجع في المباراة وضغط علينا قدر إن هو يجيب جنين وعن استحقاق بصراحة وخصوصاً إن إحنا ما كناش بنلعب إسرار ما كناش بنلعب خطوط متقربة ما كناش بنلعب قدام كمان بنفس الشجاعة اللي إحنا لعبنا بها الشتل الأولاني لكن التوفيق كان معنا وقدرنا إن إحنا نجيب جنين تاني وضيعنا كمان أهداف تانية في آخر الشتل التاني كانت ممكن إن إحنا تغير النتيجة في النهاية النتيجة لازم نتقبلها ورغم إننا مش مبسوط من النتيجة لكن أكيد نتيجة اثنين اثنين بتسهلنا ماتش العودة بالتأكيد الموقف ما كانش أحسن حاجة بس أنا ما بحبش الحجج لأن لو رميد دعا تبقى شماعة أو حججة وأنا ما بحبش دك بالتأكيد الموقف ما كانش أحسن حاجة إن أنا لعيبة جيلي في آخر يوم أتمرنوش مع الفريق الفريق كلها ما أتمرنش مع بعض غير تمريني واحدة بس ده أولايل جدا ومش كافي لروح الفريق والترابط والانسجام وإن إحنا نقدر نجهز نفسنا للمباراة لكن أنا مرة تانية مش عايزة أصبر السبب ده لأن أنا ما محبش أدوار على حجج أهم ما يميز مارسيل كولر في قيادته للنادي الأهلي أنه هو دائما وأبدا لا يبحث عن شماعات مع أنه قادر أنه هو يبحث عن شماعات ويقدر يلاقي القصة ويلاقي الحجج الكتير جدا اللي ممكن يعني إخفاقاته البسيطة اللي حصلته على رأسها مثلا الإخفاق اللي هو في بطولة الصبر الأفريقي أنه هو يعلق شماعة التحكيم ولكن هو هنا بيبقى عايز حقه وبيلفت الانتباه وبيقول على السلبيات وده دوره الحقيقة ولكن في النهاية ما بيقفش عن ده يعني لما بيتكلم عن أن الفريق ما تدربش غير تمرينة واحدة مع بعض أنت بترجع من التوقف الدولي والحقيقة أنا مش فامل الاتحاد الأفريقي في دور تحديد موعيد المباريات سواء في دور أبطال أفريقيا مع التوقف الدولي ودخلنا في أزمات كتير جدا مع المنتخب المصري بسبب القصة دي ودخلنا معه منتخبات أخرى بسبب القصة دي لأن انت عندك لعبين محترفين وعندك 11 لعب من النادي الآلي بيمثله المنتخبات الوطنية فمش فاهم بصراحة إزاي يكون هي دي الموعيد اللي بتحط ليه دوري الأبطال أو الدوري السوبر اتكلم عن نقطة تانية وهي واضحة الحقيقة وكان لازم يتكلم عنها وهي نقطة التحكيم الحاكم المرتاني دحان لا الحقيقة دحال دحال التحكيم الأفريقي مع النادي الآلي وتحديدا مع كهربا يعني كأن فيه قرار ضمن كده للتحكيم الأفريقي لا تمنحه كهربا رقلات جزاء يعني كهربا في السوبر الأفريقي لو راكل الجزاء شبيهة بدي وراكل الجزاء واضحة وصريحة ولم يتم احتسابها ولم يتم اسرق حكم السحة من قبل حكم الفار المرة دي حكم الفار عمل كل حاجة ممكنة الحقيقة إنه جاب دحان وتعالي شوف من الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي ولكن فيه زاوية اللي هي واضحة جدا إن دحان شاف نفسه قريب قوي من اللقطة ويعينه على اللقطة واثنين متر بينه وبين اللقطة هيبرر إزاي إنه هو عمل نفسه مش شايف هيبررها إزاي لا عادي جدا ده جات له اللقطة مرة واثنين وثلاثة واربعة بتقول راكل الجزاء ومع ذلك رفض يطبق القانون ده بالنسبة لي ماينفعش أقول ضعف تحكيم أنا بالنسبة لي مواقف ضعف التحكيم دي ممكن نقولها في لقطات تانية مختلفة عندي لكن لا دي قرى لا تقبل وجهات النظر من وجهة نظري لا تقبل وجهات النظر واضحة وصريحة ويمكن نتكلم عنها مرسل كلر وعجبني إنه هو اتكلم بعد ما شاف لأنه قال وانا في الملع بنشايف راكل الجزاء لكن كنت مهم جدا إنه أنا أتكلم لما أشوفها فيديو وهي لقطة راكل الجزاء واضحة واتكلم طبعا زي ما قلنا إنه مش مبسوط عن النتيجة وقال جملة قال لازم نتقبلها تخيل أنت بتلعب مع سنبا وكانت نتاجك سلبية معهم الفترة الأخيرة بتتقدم ثم بترجع ثم بترجع تتعادل وبتضيع فرص كتير جدا وبتقول على نتيجة 2-2 لازم تتقبلها وفي النهاية هي نتيجة هتسهل علينا مباراة العودة إلى حد ما ولكن طبعا إنتوا عارفين كولر فاز على سن جورج 3-0 لعب الماتش الثاني عشان يفوز 4-0 ورفض إنه يراح لعبين أو يعمل روتاشن هو عنده قناعات إن دائما وقبدا المباراة المقبلة فارس هي أهم مباراة للفريق ويمكن ده اللي منجح مرسيل كولر مع نادل إيل ده حقيقي لأنه هو عنده خطواته وعنده تولفته وعنده التحضير الجيد للمباراة وهو دايما بيقرأ مش بس الخطوة اللي هو فيها ودايما أنا بشوف إنه من مميزات كولر إن عينه مش تحت رجله يعني هو مش باصس تحت رجله خلاص لا كولر باصس دايما لقداه دايما عنده أفكار مركبة بتكون بتاعة المرحلة دي والمرحلة اللي بعدها ودي من صفات المدرب الجيد اللي يقدر يحقق نتائج ممتدة جيدة مش فكرة إنك تلاقي تباين الماتش ده محضر له كويس بعد كده عندك أزمة لا ده مش هتلاقيه حاصل مع مرسيل كولر وهو شخص يجيد بشكل كبير جدا استخدام أدواته ويمكن هو دايما أنا قلت كده يا جماعة قصة كولر التفاصيل هتلاقيه في المؤتمر الصحفي هتلاقيه في حواراته هتلاقيه في أي حاجة دايما شخص يعشق التفاصيل وشخص دايما بيشتغل على التفاصيل ودايما يتحدث على التفاصيل سواء تفاصيل تحكمية دايما مدرك بيها ولكن لا يأخذ حج شخص عارف السفر والإرهاق والأجندة التي وضعت للنادي الأهلي وده قدرك وده قدرك كنادي أهلي وشفنا الاتحاد الإفريقي وشفنا هنا المسابقات المحلية وشفنا التعارض والتضرب اللي النادي الأهلي حيمر به كمان مع لعب اللعبة في المنتخبات كولر مدرك ده ولكن لا يبرر بي أي نتيج كمان كولر كان لدي حديث آخر بعد المباراة نشوفه ونرجع معكم ما هي رأي في المنتخبات المباراة؟ ونحن نشوفه ونرجع معكم ونحن نشوفه وليس كنت من ذلك ونحن نعبر من أنه أخذ أربوه هنتطر ان احنا نقبل النتيجة زي ما هي وا احنا ما فرطنا في الاهداف دي او الفرص دي سمبر عادل المباراة في الشرط التاني وضغط عننا ضغط كبير قدر ان هو يجيب جنين احنا اتعدلنا برضو ضايعنا كور تانية في الشرط التاني فطضيع الاهداف كان ممكن ينهي المباراة من الشرط الاولاني بنتيجة مريحة لكن هاي دي كورة الخدمة بالنسبة لتغييرته لمحمد مجدي افشا في الشرط التاني برضو حتى يتم راض من الاندف نفس المorum لم يجري تتو بإمان الانو عن التي światها الغحتnan من Danحو هم دي كيبيس ما كانت كجارن وحتى عن انه من دي كبار يما بحرام بحرام؟ 因为 هذا زي مريحة الاست علىamedية بحرامي ح нравين اجتو Longte بالخم breeين Divاصل المعاب خصوصا عن منافز ن drama الدي Всلاقٍ والشخص يجبون أن يجب أن يضعون إلى مجال يجب أن تفضل sonra أخاي حاجرات ما يجب أن يجب أن يشتعون لكي من البعض سيجروا ان تفضل مع ندير مه apparently ما يحضرون ببعض شخصاً كانت يحضر مع ندير مجال ليس بالإست Igor's مجال دعونه كما يحضر مع ندير آخر إنه حضر إلى الكلام يروح على الجول على طول ويستغل سرعيته ويروح في اتجاه الجول مايفكرش في التفكيرين ده قرار واحد يروح في اتجاه الجول ويجيب جول كلام مستر مارسي الكولر يعبر عن اللي احنا كنا بنقوله التفاصيل ثم التفاصيل سواء كلامه اللي أسامة كان بيكلمكو فيه ويا فكرة النتيجة الزهاب كولر دايما بيتعامل مع كل مرحلة الرغبة هي الفوز الهدف هو الفوز ما بيستنيتش لأي نتيجة وشوفنا التعامل في المباريات اللي مرينا بيها كلها بنظام الزهاب والعودة ازاي كولر كان عنده استراتيجية خاصة بكل مباراة مش معتمدة بالضرورة على نتيجة المباراة الاولى كمان حديثه عن افشة كان مهم جدا هو الرجل يقدر ما قدمه افشة في المباراة يرى انه قدم اداءا جيدا ولكن كان بيرى انه هو في الوقت ده اصبحت استراتيجيته في المباراة مختلفة يمكن انا بشوف ان هو فعلا كولر في وقت ملاقات حس يمكن ده كمان في التغييرات اللي هزا يدفع واحدة كولر كان بيفكر في شكل كبير جدا ان الفريق بدنيا يا جماعة برضو فيه امور انت كنت مريح بقى لك فترة عندك توقف دولي ملعبتش مباريات فانت رايح لفكرة المباراة في تنزانيا في ظروف مسهلة ملعب يا جماعة تنزانيا واللعب مع سيمبا في فريق عنده سرعة كبيرة جدا عنده قدرات بدنية كبيرة جدا فانت فيه مرحلة في المباراة بتبص للجانب البدني وهنا كان تفسير مارسل كولر ان فيه لحظات كنتين تحتاجت تعمل اتزام بدني وسيطرة على نص الملعب وادوار دفاعية هنا بقى اللي محتاجة اقف عنده في كلام كولر وهو رسالته لصلاح محسن عجبني جدا السؤال وهو انت كنت بتقول ايه لصلاح محسن او اتكلمت معاه في ايه قبل ما ينزل هو كان بيقول انه هو بيكلمه ان مايفكرش تفكرين ما يكونش عنده تشتت في التفكير ويكون عنده تركيز واضح ويكون يستغل سرعته ويروح عالجوم مباشرة اعتقد كولر ببساطة كلمنا في اللي احنا دايما بنقول انه هو ميزة صلاح محسن قدرة على الاختراق السرعة وهنا بقى انك لازم تترجمها بقرار جيد وانهاء هجمة جايد انا حابب اقول شيء صلاح محسن لعب عنده امكانيات عنده امكانيات ولكن اتمنى مايعدش ومايكررش تجربه السابقة مع النادي الاهلي بمعنى انت لازم تفهم معادلة في النادي الاهلي النادي الاهلي لو انت عندك باور معين بتديه او قدرات معينة او مستوى تركيز معين اعمل زي بيروح الجيم بيشيل مثلا البار ده متعلق فيه مثلا عشرة كيلو بيأمل مجهود على قد العشرة كيلو لو انت بتشيل خمسين ومئة كيلو بنفس الجهد والطاقة اللي كنت بتشيل بيهم العشرة كيلو لما بتروح قبل كده مش هتقدر تشيلهم هي دي الفكرة النادي الاهلي الخمسين والمئة كيلو والله العظيم النادي الاهلي الخمسين والمئة كيلو اللي محتاج جهد مش مضاعف عشرات الاضعاق محتاج ان انت تدي 100% ال 99% في الاهلي ما ينفعوش ال 99% في الاهلي ما ينفعوش وبص جنبك في التجارب الاخرى مين المنافسين وبص في النادي الاهلي الشكل المنافسة عاملة ازاي اللي بيلعبك او اللي بينافسك هو اللي بيشيل الخمسين والستين والسبعين كيلو فلو انت مش بتدي جهد انك تعرف تشيل الميت كيلو مش هتقدر تدي مع النادي الاهلي فده رسالة اتمنى ان صلاح محسن يدي مية في المية من طاقته وتركيزه ويعرف ان ده السبيل الوحيد الوحيد حرفيه انه هو يكون لفرصته واضافته في النادي الاهدي خاصة ان الفرصة متاحة بشكل كبير جدا انت بتلعب مباريات كتير جدا بتشارك بطلات كتير جدا اعتقد هتلاقي مساحة من الوقت تقدر تستغل فيها امكانياتك القصة عندك انت اعتقد مرسيل قلر دعم بشكل كبير جدا لكل العبيق الحقيقة وبيحاول يطلع اقصى ما لديه ولكن مرسيل قلر قالها قبل كده في مؤتمر صحفي واضح قالك اوعى تنسى دور اللاعب انا ممكن اساعد اللاعب ولكن على اللاعب ان هو يساعد نفسه